شددت السلطات اللبنانية على التمسك بأفضل العلاقات مع المملكة السعودية وأعلن الرئيس الجمهورية ميشيل عون أنه طلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها كما أكد خلال اجتماع الأمني أن التهريب بكافة أنواعه وبأي شكل من الأشكال يضر بالبلاد وحظر السعودية لمنتجات لبنان لخير دليل على ذلك وأشدد على حرص بلاده بالمحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار فيها وكانت السعودية أعلنت الجمعة حضر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها أطلب إلى المتعي العام التمييزي استكماله ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت إلى الأراضي اللبنانية والجهات التي تقفوا وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية وإن زالت مفقاً للقوانين والأنظمة المرية للإجراء أشد العقوبات بالفاعلين والمخططين والمنفذين والمكسرين على أن يصال إلى إطلاع المسؤولين السعوديين على نتائجها في أسرع وقت ممكن تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية بعالة النظر في قرار منع دكول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها وشدد المجتمعون على أن لبنان كان وسيرك الشقيقة الحريصة على سلامة أشكاء العقوبات